نهاردة كابساة وحفيز وميشيل يانكون قعدوا مع محمد الشناوش قعدوا مع محمد الشناوش مبارح في مبارات بيراميدز كان في خطأ واضح لمحمد الشناوش وانا قلت مبارح الكلام ده هجوم كاسح على محمد الشناوش من بعض الجمهيل مش من كل الجمهيل هجوم كاسح ليه؟ ليه؟ ما هو حارس مرمى بيغلط وارد زي لعب الكرة اللي بيخطأ في باصة زي المهاجم اللي بتفوته الكرة من قدام دماغه وما يجيبهاش جول وارد كل حاجة واردة آه هو الخطأ بتاع الحارس دايما بيتعلم عليه عشان هو بجول بس وارد هل ده يقول إن محمد الشناو مش حارس كبير؟ ده يقول إن محمد الشناو مش أم حارس في مصر؟ ده يقول إن محمد الشناو يام شالي النادي الأهلي ومنتخب مصر؟ بالراحة ده بقى اللي عمله النهاردة سيد عبد الحفيز ومشيل يانكون مع محمد الشناوي ملمهوش محدش انتقده قالوا لرمي ورى ظهرك قالوا لهم ما تزعلش قالوا لهم ما تتضايقش كل الناس بتغلط كابسل حفيز قال له كده؟ مش اللي هنكون قال له كده برضو والموضوع خلص في الأعادتين دول في الأعادتين دول كابسل حفيز أشاد بمحمد الشناوي وقال له إن كده كده حارس كبير وكلنا ثقة فيك وما تسمعش لللي بيتقالك وارمي ورى ظهرك واللي جاي هيبقى أحسن خلصت الحكاية محمد الشناوي أحسن حارس في مصر مش رأيي وإن كان رأيي يعني بس هو عملية أرقام بطولات إنجازات مشاركات تخليه رقم واحد بس ببساط خطأ ما يخلوش حارس سيء لو الأخطاء دي بقى اتكررت كثيرا كثيرا في فترة قريبة هنا ساعت هنطلع بقى نقول إيه لا السنة بقى شناوي مش انت مش مركز شناوي فيه هبوط في المستواك شناوي قعد عادي ما هو زي برضو زي أي لعب ما مش هش اللعب كبير هيبقى مكانه أبدي هيبضل في مكانه أبديا بس الكلام ده لما يتكرر كتير مش من أول غلطة إلحق بصش إنه عامل إيه صعب عاوش صعب الشغل في الكورة في كل حاجة في الكورة صعب هي أول غلطة بس أول غلطة تخلص عليك مهما عملت قبل كده مهما عملت قبل كده طيب نروح اللي بعد كده تعرفين بدر بنون عنده عرض من نادي قطري والأغلبية دلوقتي في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ده خاص للرقم عشرة بترحب ببيع بدر بنون تمام بيرحبوا ببيع بدر بنون لنادي قطر القطري هتقول لي ليه هو بدر بنون الليحم ده ما كملش كتير وبعد كالجهات الأصابة طويلة بسبب الكورونا والمضاعفات بتاعتها فما لعبش كتير مع الأهلي وكان بيقدم مباريات كبيرة مع النادي الأهلي إيه لي خلي الأهلي يوافق إيه ماشيه أقول لك رأيي وأنا رأيي مع رأي لجنة التخطيط هو اللاعب كبير اللاعب عنده شخصية قائد مدافع لو بمقاييس المدافعين فممكن يكون هو رقم واحد في مدافع النادي الآخر الحاليين كلهم بس هو مش رقم واحد بفارق كبير عن اللي تحتيه ممكن بدرجة طيب لما يجيلي رقم فيه يقترب من 3 مليون دولار وأنا أصلا أعدت نصف موسم تقريبا واكتر مش مستفيد من بدر بنون طيب ما استفيد من الفلوس وروح اشتري لعب أو اتنين تانين وممكن يبقوا زيه وممكن يبقوا أفضل وارد فبصراحة أحيانا الأهل بيفوت فرص زي دي دي فرصة وده عرض حلو ماليا حلو للنادي الأهل فممكن يستفيد منه وده اللي بتفكر فيه لجنة التخطيط أو اتفقوا عليه أغلبيتهم يرحل بدر بنون الخلاف بقى في اللجنة على إيه؟ هو يرحل دلوقتي في الوقت الصعب ده في الأهل ولا يرحل في نهاية الموسم طيب لو رحل دلوقتي ممكن يحصل إصابات ولا حاجة في خطة فعل نادي الأهل فالأهل يتأثر ويندم أنه بيع بدر بنون في اللحظة دي طيب هو ليه لازم يبيع بدر بنون في اللحظة دي؟ عشان الموسم هناك في خطر هيبدأ خلاص هم الناس بيعملوا تعاقلاتهم إحنا إحنا زي ما قلت لكم إحنا دايما الاستثناء فيه سوق انتقالات شغال دلوقتي والناس بيتبيع وبتشتري إحنا مناش دعوا بإيهم إحنا في حتة تانية إحنا بنشتغل بطريقة تانية إحنا لسه الموسم بتاعنا اللي هيخلص لدينا أغسطس والموسم التانية الجديدة هتكون بدأت في كل الدوليات فاللي بيبيع أو يشتري بيبيع أو يشتري دلوقتي خاصة لما تجي لك العروض خارجية يعني في مصر هنا هنبيع ونشتري لما نخلص الموسم بيننا وبين بعض لكن لو لعب عندك أو مدرب عندك جالوا عرض برا خلاص طيب